كتير من المبتدئين بتواجههم مشكلة عند السؤال بـ Are you؟ أو Do you؟ فمثلاً لو حد بيسأل هل أنت مشغول؟ بيقف شوية ومش عارف يقرر يقول Are you busy؟ ولا Do you busy؟ علشان كده قررت أعمل الفيديو ده وإن شاء الله هتطلع منه عارف الفرق بينهم وكمان تستخدمهم بسهولة وبدون تعقيد فحضر الورقة والألم علشان تكتب ملاحظاتك وراية وكمان تحل التمرين اللي في آخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم أحمد مكاوي من English Start السؤال بـ Are you؟ و Do you؟ اللي اتنين لهم معنى هل؟ واللي اتنين ممكن يأتي بعدهم فعل لكن في فرق كبير فـ Are you يأتي بعدها verb plus ing فعل مضاف له ing أما Do you يأتي بعدها base verb مصدر الفعل أو نقدر نقول clean verb فعل في المصدر نظيف بدون أي إضافات عليه نشوف أمثلة توضح المعنى Are you drinking coffee؟ هل تشرب قهوة؟ لاحظ الفعل drink مضاف له ing drinking لكن لو قلت Do you؟ فهنا الفعل لازم يكون في المصدر بدون أي إضافات Do you drink coffee؟ هل تشرب قهوة؟ من ترجمة السؤالين للأسف هتفتكر إنهم نفس المعنى لكن المعنى مختلف جداً لأن كل سؤال في زمن مختلف Are you drinking؟ دي في زمن present continuous أو present progressive زمن المضارع المستمر وده بيعرفنا إن الشيء يحدث now الآن يعني في السؤال ده مثلاً أنا شايفك بتشرب حاجة بس مش عارف إيه المشروب ده فبسألك هل تشرب قهوة الآن؟ يعني اللي أنت بتشربه دلوقتي حالاً دي قهوة؟ لكن Do you drink؟ ده في زمن present simple أو simple present المضارع البسيط وده بيعبر عن fact habit or routine بيعبر عن حقيقة أو عادة أو routine ولو لاحظت هتلاقي إن سواء الحقيقة أو العادة أو الروتين شيء متكرر الحدوث وليست أشياء مؤقتة تحدث الآن فقط فالسؤال هنا بسألك هل تشرب قهوة؟ يعني أنت متعود تشرب قهوة؟ طيب دي كانت الحالة الأولى وهي لو كان في verb فعل في الجملة لكن في حالة تانية ودي خاصة بـ are you فقط لأن do you لها حالة واحدة وهي يتبعها فعل في المصدر لكن لو ما فيش فعل أعمل إيه؟ هي دي الحالة التانية إن are you يتبعها not a verb لا يتبعها فعل يعني إيه الكلام ده؟ يعني أصد إن الكلمة اللي تأتي بعد are you ممكن ما تكونش فعل طيب إيه تصنيف الكلمة دي؟ ده بيختلف حسب الجملة فممكن تكون noun، اسم، أو adjective، صفة، أو adverb، حال، أو prepositional phrase، جار ومجرور يعني حرف جارة مع اسم، وهكذا ولأني عارف إن في ناس كتير مش هتعرف الفرق بين الاسم والصفة والحال فكتبت كلمة not a verb يعني لو شفت إن الموجود ليس فعل في الحالة دي هتستخدم are you وليس do you نشوف أمثلة وضح لو عاوز أسأل هل أنت مدرسة أو هل أنت معلمة هقول are you a teacher ولا do you a teacher؟ كلمة مدرسة أو معلمة teacher ليست فعل فبالتالي الصح نقول are you a teacher؟ كلمة teacher تعتبر noun أي اسم طيب لو أنا عاوز أستخدم do you في جملة زي كده في الحالة دي لازم أجيب الفعل من كلمة مدرس وهي يدرس فأقول do you teach هل تدرس أو هل تدرسي؟ كلمة teach تعتبر base verb مصدر الفعل وهنا السؤال مقصودش إنك بتدرس الآن فقط مؤقتاً لكن أنا بس ألف العموم بتدرس أم لا؟ كمان مثال لو سألتك هل أنت سعيد؟ مش اسمك سعيد أقصود سعيد happy كلمة happy ليست فعل فبالتالي الصح أقول are you happy؟ هل أنت سعيد؟ happy ليست فعل وإنما adjective صفة طيب لو أنت عاوز تستخدم do you في نفس صيغة السؤال ده بكده لازم أضع فعل وأقول do you feel happy؟ هل تشعر بالسعادة؟ حد هيقول ما هو عادي استخدمت الصفة happy بعد do you؟ لا طبعاً قبل ما استخدم الصفة اللي هي happy جت كلمة feel وهي تعتبر verb فعل كمان مثال are you at home؟ هل أنت بالبيت؟ at home ليست فعل ولكن تعتبر prepositional phrase at حرف جر وهم اسم يعني جر ومجرور طيب إزاي نجاوب على الأسئلة دي؟ كل الأسئلة بare you تقدر تجاوب عنها بyes I am أو no I am not وكل الأسئلة بdo you تقدر تجاوب عنها بyes I do or no I don't أتوقع دلوقتي عرفت الفرق بين are you وdo you وده هيسهل علينا النقطة اللي جاية دي فكل اللي طبقناه مع are you هيكون نفسه مع is he أو is she يأتي بعدهم فعل مضاف له ing وكمان ينطبق عليهم الحالات التانية وهي في حالة عدم وجود فعل نشوف أمثلة is he driving to work؟ هنا السؤال المقصود به الآن هل يقود للعمل الآن؟ وعلشان نجاوب نقول yes he is or no he isn't is she married؟ هل هي متزوجة؟ كلمة married تعتبر adjective صفة ونجاوب yes she is or no she isn't كمان كل اللي طبقناه مع do you هو نفسه هينطبق على does he أو does she كلهم يأتي بعدهم base verb مصدر الفعل نشوف أمثلة does he drive to work؟ هنا بسأل عن روتين أو شيء حقيقي يتكرر وهو هل الشخص دا بيقود سيارته للعمل؟ والإجابة هتكون yes he does or no he doesn't آخر مثال معانا does she have a car؟ هل لديها سيارة؟ هنا بسأل عن شيء حقيقي ثابت وليس شيء مؤقت yes she does or no she doesn't كده خلصنا شرح الدرس وذلوقتي جاء موعد الكويز الاختبار واللي من خلاله بتقيم مدى فهمكم للدرس complete the sentences with do, does, are, is أكمل الجمل مستخدما الكلمات التي بين الأقواس اعملوا pause وقفوا الفيديو مواقعا وخدوا وقتكم وحل عندكم في الورقة وبعدين ارجعوا تأكدوا من الإجابات معايا أتمنى تكونوا أخذت الوقت الكافي في الحل قبل ما نجاوب خلينا أذكركم إن do و does يأتي بعدهم base verb فعل في المصدر أما are أو is في حالتين الحالة الأولى لو فعل لازم يكون معا ing والحالة الثانية not a verb ليس فعل يعني بيكون إما ناؤن اسم أو صفة أو حال وحكذا number one from china دي تعتبر prepositional phrase يعني مش فعل بالتالي يا إما are يا is وعلشان you تاخد are are you from china هل أنت من الصين number two بعد you عندنا هنا like 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 دي تعتبر base verb فبالتالي يا إما do أو does ولأن you هتكون do do you like french fries هل تحب البطاطس number three here معناه هنا ودي adverb حال يعني مفيش فعل فبالتالي الإجابة are you is your father الفاعل هنا يعتبر singular مفرد your father يعني he فصح نقول is is your father here هل أبوك موجود هل أبوك هنا number four الفاعل هنا مضاف له ing فطبعا هتكون are is و mary singular اسم مفرد يعني she فتكون is mary sleeping هل ماري نائمة أقصد بها الآن هل ماري نائمة الآن number five الجملة دي شبه الجملة اللي أنا بدأت بها الفيديو كلمة busy يعني مشغول دي تطوبر adjective صفة يعني not a verb مش فعل فبالتالي you are you is ولأن you فهتكون are you busy tonight هل أنت مجغول الليلة number six get up يعني يستيقظ ده فعل ويعتبر في المصدر مفيش إضافات فبالتالي يا إما do يا does ولأن الفاعل he فهيكون does does he get up early every day هل يستيقظ مبكرا كل يوم number seven the last one هتكون كالعادة homework اكتبوا لي الإجابات في التعليقات وأنا أشوفها ورد عليكم thank you so much for watching my video I hope you enjoyed it وإن شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي ولو عجبك الفيديو حسيت أنك طلعت منه بمعلومة جديدة ادعمني بلايك ومشاركة للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة على اليوتيوب علشان تجوف باعي الفيديوهات واستنى طليقتكم تقولولي ايه رأيكم في الفيديو دمتم بخير فيه الطوء التواري موسيقى الماسم